مشاهدي قناة مكتبتي التعليم يا مرحبا بكم في الصفحة رقم اثنان و ستون لإكزيرسيس ديس جو كالكيول لالنغر دو شاكو تيغوج دون شاكا أحسبو طولة الضلع الأحمر في كل حالة نبدو بهذه الحالة هذه فعندنا هذا المضلع محيطه المحيطه تلاتون متر محيطه تلاتون متر فالمحيط ما يحيط بالشكل يعني هذا الضلع زائد هذا زائد هذا زائد هذا زائد هذا زائد هذا زائد يساوي تلاتون متر وكاملاحظو هado الجوش دي الشريطات يعني ان هذا الأضلع كل هاب تقيس يدي هذاniejsze وهو نفس قياس الضلع وهو يدي مشاهد أن هذه خطة الضلع يبقى ما هو أن 6 رقم المرات يساوي تلاتون فالصلاح 30 30 متر يساوي 1 ضلع في 6 5 سنتيمتر 5 سنتيمتر في 6 يساوي 30 5 زائد 5 زائد 5 زائد 5 زائد 5 زائد 5 ستجل المرات 10 20 30 طول هذا الضلع 5 سنتيمتر ثم عندنا هذا الضلع وعندنا هذا بقونا هذا بجوج مع العلم أن المحيط 25 متر 25 سنتيمتر 6 ونقص منها 6 ونقص منها 5 25 ونقص منها 5 شعلا تبقى 20 20 سنتيمتر 6 20 ناقص 6 14 14 14 ناقص 6 يساوي 8 إذن بقى تبقى تبقى 8 فهذا جوجد الأضلع إذن هذا 4 وهذا 4 4 متر وهذا 4 متر تبيل جمعنا تبيل جمعنا نقص منها نقص منها 4 زائد 4 8 6 زائد 6 12 12 زائد 8 20 زائد 5 25 وعشرون. ثم محيط هذا الشكل اربعة وعشرون متر. وعندنا هالضلة. طول جيلو خمسة متر. فلاحظوش حل فيهم ديال. ديال التربعات واحد اتنان تلاتة اربعة خمسة. اذا خمسة. نحسبوه خمسة اخرين. واحد اتنان تلاتة اربعة خمسة احتلنا. ثم واحد اتنان تلاتة اربعة خمسة احتلنا. دان خمسة متر خمسة متر. ثم واحد اتنان تلاتة. دان واحد اتنان تلاتة اربعة. دان قلنا خمسة متر. خمسة متر. دان خمسة عشر متر. فكلاحظو خمسة ديال التربعات كلها تربعة. كتمت المتر واحد. واحد اتنان تلاتة اربعة خمسة. خمسة متر. دان خمسة. دان قلنا كل تربعة متر واحد. لان خمسة ديال التربعات. خمسة ديال التربعات خمسة متر. دان خمسة عشر. دقتنا هنا واحد اتنان تلاتة اربعة خمسة عشر. ستة عشر. سبعة عشر. تمانية عشر. تسعة عشر. تسعة عشر. غادي نكمله. عشرون واحد وعشرون. اتناني وعشرون. تلاتة وعشرون. اربعة وعشرون. 25 26 27 28 فأنا سنصحه فكي يجب أن تكون 28 متر لأن كل تربيعه بمتر واحد ف28 متر فالخط الأحمر ستكون فيه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 متر ف28 ونقسمنا 5 ونقسمنا 5 يعني 15 ناقص كذلك 4 إذن 28 ناقص 19 اللي هي 9 فإذا رجعنا لهذا الشكل هذا فكلاحظوا بأن 3 ديال التربعات 3 متر و 5 ديال التربعات 5 متر وعندنا نفس التربعات إذن كذلك في هذا الشكل 5 متر و 3 ديال التربعات 3 متر فبالتالي 9 ديال التربعات اللي هي 9 متر كل تربعه بمتر واحد فبنفس الطريقة سنحسبه كذلك طول ديال الخط الأحمر إذن عندنا هنا 3 كذلك هنا عندنا 3 ديال التربعات يعني 3 متر 5 3 كذلك ثم ثم نبقى هذا الخط الأحمر ندره 28 ناقص 3 ناقص 3 ناقص 9 ناقص 5 ناقص 14 فتبقى هنا في الخط الأحمر 14 متر لهي 3 متر زائد 3 متر يعني هنا 6 متر وفي هذا الضلع خمسة زائد 3 اللي هي 8 متر 8 زائد 6 14 الآن الخط الأحمر طوله 14 متر أما هنا فطوله 9 متر 9 متر قلنا المحيط ديال الشكل 28 متر وليس 24 لأننا عندنا نفس الطربيعات فبالتالي يجب أن يكون عندهم نفس الطول الثمير رقم 11 أكمل 5 كيلومتر 10 متر plus 7 كيلومتر 342 متر كتسويس حال بالكيلومتر والمتر إذن سنأخذ الجدول ديالوحدات قياس الأطوال اللي هو الكيلومتر الهكتومتر ديكامتر المتر ديس متر سنتيمتر والميليمتر وسنضع في الجدول 5 كيلومتر ديان 5 كيلومتر و 10 متر 10 متر دائما لوحدات في الوحدة اللي عندنا 10 متر 7 كيلومتر 342 متر الوحدات دائما في المتر 2 4 3 غير نديره عمليات الجمع 2 زائد 0 2 5 3 7 7 5 12 لهي ماذا؟ سحل الكيلومترات 12 كيلومتر و كم من متر و 352 متر 12 كيلومتر و 352 متر ثم 6 كيلومتر 9 و 9 5 4 9 زائد 4 كيلومتر و 378 متر 8 7 378 متر نديره عمليات الجمع 5 زائد 8 10 يساوي 13 اكتبه 3 احتفظ بواحد 7 8 زائد 4 12 احتفظ بواحد 19 13 احتفظ بواحد 6 7 زائد 4 11 11 اذا 11 كيلومتر و 3 مئة و 23 متر 11 كيلومتر و 3 مئة و 23 متر ثم 13 كيلومتر 13 كيلومتر نكتبه 3 في الكيلومتر واحدة ديجي خارج الجدول 560 متر 0 6 5 زائد 10 كيلومتر و 435 متر 5 3 4 ونقوم بعملية الجمع 5 9 9 9 3 2 اذا اللي هي 23 كيلومتر وتسعمائة و 95 متر 23 كيلومتر وتسعمائة و 95 متر ثم بنفس الطريقة يتوقفوا الفيديو وغيتنزوا 12 كيلومتر و 475 متر زائد 9 كيلومتر و 897 متر اذا 12 كيلومتر و 475 متر 5 7 4 زائد 9 كيلومتر و 897 و 897 متر 7 9 8 5 زائد 7 يساوي 12 كتبوا 2 واحتفظوا بواحد 9 10 17 احتفظوا بواحد 8 9 زائد 4 13 كتبوا 3 واحتفظوا بواحد 9 10 احتفظوا بواحد 2 22 كيلومتر و 370 متر 22 كيلومتر 370 متر نمرو الى التمرير رقم 12 10 كيلومتر 30 كيلومتر 6 احتفظوا لكل ايجو اذا لدينا الزائد فكل زائدين اما نكتب اكبر زائدين متساويتين كيلومتر نعرف القيص لكل زائد فغدين رسمو كما كتلاحظو غدين نسخو كل زاوية دينا ديه الزاوية A ثم الزاوية B كذلك غدين نسخوها ديه الزاوية B الزاوية E ديه الزاوية E ثم الزاوية F زاوية F ثم الزاوية D زاوية أيضا C ديه الزاوية C تبا غدين نجيو الزاوية B والزاوية C ديه الزاوية B والزاوية C فلاحظو هات الزاوية هذي C ينجبناها الزاوية B كنلاحظو بأن الزاوية C أصغر إذن B هي الأكبر وغدين نكتبوه B إذن B هي الأكبر ونظروا على أصغره ثم E مع F E الزاوية E مع F قد نأخذ F ونجيبها الأ راحظو راحظو كنلاحظو بأن الزاوية متقايستين إلا جبنا E لF كذلك راحظو معي كنلاحظو نفس القياز إذن نكتبوه هنا أمع F إلسان إلسان إيغو يعني متساوية تاني إلسان إيغو نمشوه لسي مع الد غدين نرجعو لسي إذن هي السي مع الد غدين نجيبوه لسي لد فلاحظو السي أصغر إذن D هي اللي كبيرة وغدين ندوره على الد ثم B B مع الد نجيبوه بB للD فكنلاحظو B صغيرة على الد إذن D دائما هي اللي كبيرة D هي الأكبر ثم A مع B A وغدين نجيبوه بB ها هي إذن نحطوها في A كنلاحظو عندهم نفس القياز لاحظو كذلك إلسان إذن نجيبوه بB إذن نفس القياز A بB صان إيغو نكتبوه هنا إلسان إيغو A مع السي A هي السي غدين ناخدوه A وغدين نجيبوها السي لنلاحظو A كبيرة من السي إلا جبنا السي لأ دائما A هي اللي كبيرة إذن A هي اللي كبيرة وندوره على A أتمنى الرقم 13 أضعوا وأنجزوا 2140 2140 ناقص 1637 1637 0 ناقص 7 لا يمكن استلفوا 10 وردوا 1110 ناقص 7 3 4 ناقص 4 0 ثم 1 ناقص 6 لا يمكن استلفوا 10 وردوا 11 ناقص 6 يساوي 5 و2 ناقص 2 صفر إذن الفرق هو 503 كذلك 3420 وسبعة وخمس ناقص 1678 فتوقفوا الفيديو وتنجزوا العملية فهنا نجناب الطريقة العملية هذه سوف نجزوها بطريقة أخرى سبعة ناقص 8 اللي يمكن سوف نجيب ونسلفوا 10 ونجيبها السبعة فأتولي سبعة عشر وتبقى هنا أربعة ديال لعشرات السبعة سبعة عشر ناقص 8 يساوي 9 ثم أربعة ناقص 7 ما يمكنش سوف نأخذها تاني عشرات ديال العشرات اللي هي 100 تبقى هنا ثلاثة ديال لمئات ونأخذها اللي عندنا أربعة عشر إذن أربعة عشر ناقص 7 سبعة ثم ثلاثة ناقص 6 لا يمكن إذن سوف نسلف وعلى ثاني عشرات ديال المئات اللي هي 1000 وتبقى هنا 2000 إذن ثلاثة عشر ناقص 6 ناقص 7 واثناني ناقص 1 1 من العملية الأولى نجزناها بالطريقة اللولة كان سلفون رد السلف طريقة الثانية من الم канале كنا نمشي مثلا نمشي العشرات ما ناسلف عشرة كتبقى هنا عربع ديال العشرات ثم نمشي المئات ما ناسلف مئة 10 ديال العشرات ما نمشي لـألاف ما ناسلف ألف واحد من عشر ديال المئات وهكذا بنفس الطريقتين يمكن لكم تنجز عمليات أخرى فأنتم معي تختاروا الطريقة الأسهل والأبسط وبهذا ننهي تمارين صفحة رقم 2 و 6 نلتقي في صفحة رقم 3 و 6